نعمل ايه؟ اللي عنده مشكلة في السمنة يعمل ايه؟ اللي عنده مشكلة في السمنة ياخد باله كويس قوي انه هو قبل ما يخش في مراحل محتاجة علاج جراحي ياخد باله انه هو لو هيعمل اكسرسايز لو هيغير اللايفستيل بتاعته يبقى الدنيا يعني يلحق نفسه قبل ما يخش مرحلة ما ينفعش معاها الاكسرسايز او الضايت او كلام هي مقاييس السمنة بتختلف يا دكتور من واحد للتاني يعني في حد عنده مثلا مناطق فيها السمنة اكتر من التانية والمقياس بتاع اذا كانت المنطقة دي فيها سمنة او لا ازاي بعرف احنا الاول هنقول زي متعودنا كده التأسيمة الكبيرة تنسيق القوام ده جزئين فيه سمنة وفيه نحافة خلينا في موضوع السمنة الاول عشان هو موضوعنا النهارة السمنة فيه سمنة مفرطة او سمنة كلية او سمنة للجسم كله وفيه سمنة موضعية دي حاجة ودي حاجة طيب بس السمنة المفرطة دي بدايتها بتبقى سمنة موضعية يعني بتبقى حد عنده شوية بطن وعنده جناب وبعدين بعد كده بيسيب نفسه لحد ما يوصل للسمنة مفرطة او سمنة في الجسم كله السمنة الموضعية بتظهر في مناطق اولية زي البطن والجناب والظهر والرجلين والارداف والكلام ده وبعدين بعد كده تتحول من سمنة موضعية الى سمنة كلية يبقى الجسم كله بقى كتلة فده لحلول وده لحلول طيب مقايز السن ايه طبعا احنا مش هنتكلم زي في ناس كتير بتقولك اصل لفوق المية واصل لتحت المية مش بالوزن يا دكتور لا لا هو مش بالوزن هي دي لها معايير ومعايير متعددة واهم معايير في القصة دي حاجة اسمها معدل الكتلة او معدل كتلة الجسم معدل كتلة الجسم ده معدي رقم معين يبقى ده بقى سنة مفرطة ويستحق طرق العلاج الجراحية للسنة المفرطة ده الرقم ده بيكون بيعدي مثلا رقم كمي الرقم ده هي بتبقى حزبة بتبقى الوزن بالكيلو على مربع طول بالمتر بيطلع رقم الرقم ده ستاندرد دي الرقم ده 35 لا اكتر من 35 يبقى العين ده يعمل عملية سنة مفرطة اكتر من 30 وعنده سكر او ضغطة او كوليسترول او او يبقى يعمل سنة مفرطة